بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يقول نظرية طالس وفيتاغورس بيام 2015 إذن لننطلق على بركة الله قال الشكل المقابل مرسوم بأطوال غير حقيقية يعني هو مجرد يعني الشكل يعني يساعدنا فقط مساعد حيث قال A, B, C, D رباع قطره متعامدان ومتقاطعان في النقطة O هم القطر يا أبناء هذا القطر معناه وهذا القطر كيف هما هما متعامدان يعني يشكلني زاوية قائمة هذا هو الأمر كذلك ومتقاطعان في النقطة O عندنا كذلك الشيء الآخر الذي قال أعطيت لنا بعض الأطوال أعطي لنا O, A 12 سنتيمتر يعني من هنا إلى هنا 12 وعطيت لنا O, B من هنا إلى هنا وعطيت لنا 18 وعطي لنا من هنا إلى هنا O, C وعطي لنا O, D معنى كل الأبعاد هذه الأربعات قد أعطيت لنا السؤال الأول قال برهن أن المستقيمان A, B و C, D متوازيا المعنى أراد مننا يا أبني أن نبرهن أن هذا المستقيم وهذا المستقيم هكذا المستقيم كيف هم متوازية إذن نقول البرهن أن A, B كمستقيم يوازي C, D هنا أكيد سوف نستعمل نظرية طالس لا جدالة في ذلك نقول نستعمل نظرية طالس حيث ماذا تقول نظرية طالس يا أبني تقول أن هذا الطول O, B على O, D هذا نركز معي إذن نقول O, B على O, D يساوي ماذا يساوي لنا O, A O, A على ماذا على O, C على O, C هذه نظرية طالس كما يمكن القلب يعني الصغير تقول القاعدة إما الكبير على الصغير يساوي الكبير على الصغير أو ماذا أو السغير على الكبير يساوي السغير على الكبير ويساوينا كذلك هذا على هذا لكن هذا إذا كان فيه شرط توازي الآن هنا النظرية العكسية كأنما O, B على O, D سوف نقوم بحساب أولا O, B على O, D O, B نحن نملك وهذه هي 18 على ماذا على O, D ها هي 7 و نصف لو نأتي الآن بالآلة الحسب ونقوم بهذه العمل وهذه العمل 8 تقسيم 7 و نصف أعطت لنا 2.4 إذن 2.4 نأتي الآن إلى هذه العلاقة الثانية نحسب طولها نحسب النسبة ما تصبح لنا O A على O, C يساوينا O, N نحن نملك وهو إث مع عشر على O, C وهو 5 فتصبح لنا كذلك 2.4 إذن بما أن هذه الأمر تحقق نقول ومنه ماذا يا ابني مباشرة ومنه نقول A B يوازي C D بكل بساطة فقط يعني الآن أمر عكسي لما نحسب هذه النسبة ونجدهم فنقول أن ماذا أن هذان المستقيمان كيف هما متوازين الآن بعدما أثبتنا على أن هم متوازين جاء السؤال الذي قال أحسب الطول A B إذن حساب الطول A B ما هو الطول A B هو المقصود به هو هذا لو نلاحظ جيدا أبناء إلى هذا المثلث انظروا هذا المثلث كيف هو إنه مثلث قائم نقول بما أن المثلث A B O هذا المثلث هذا المثلث يا أبناء قائم في O في النقطة O هاي النقطة O الذي قائم فيها فإن حسب نظرية في تغرص ماذا يصبح يصبح لنا هذا مربع هو A B مربع A B مربع يساوي إذن طول مربع الوطر يساوي مجموع مربع يساوي A B O B مربع يساوي O A مربع زايد O B مربع مربع معناه يصبح لنا A B مربع لما ننزع التربيع يا أبنائي يصبح لنا هكذا ونجعل الجذر ويصبح لنا O A مربع زايد O B مربع يساوي O A نأتي هنا كذلك بالجذر O A عندنا ها هو لما نربع يعني 12 مربع هي 104 و زايد O بمربع لهو 18 مربع 18 لما تربع يا أبنائي تعطينا 324 ومنه O A B يساوي لما نقوم بالحساب هنا بالآلة الحسبة سوف تعطينا 21.63 سنتيمتر هذا هو طول هذا هو 21.63 سنتيمتر بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي ها قد أنهينا هذا التمرين وفي الأخير نرجو لكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية وزروا صفحة الفيسبوك للأستاذ نورد الدين كما يمكنكم زيارة منتدى الأستاذ نورد الدين لأن هناك الفيديوهات قمنا بتنظيمها وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته